أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا بالدور الذي تطلع به الدنمارك في تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وأضاف بوريطا في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي جيبي سيباستيان كوفود بالرباط أضاف أن السنوات الأخيرة تسجلت تطورا إيجابيا للاستثمارات الدنماركية بالمغرب وللمبادلات التجارية بين البلدين من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية الدنماركي أن الدنمارك والمغرب تجمعهما علاقة قوية ومتينة مضيفا أن زيارته للمملكة تهدف إلى دراسة سبل تطوير هذه العلاقة بشكل أكبر تقرير ثرين حسان إشادة مغربية بالدور الدنماركي في تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وزير الشؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا أبرز في لقاء صحفي عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي جيبي سيباستيان كوفود الأهمية التي توليها الدنمارك لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط زيارة تندرج ضمن سياق تعرف فيه العلاقات بين المغرب والدنمارك دينامية إيجابية على كافة المستويات حيث انخرط البلدان في حوار سياسي جد بناء خلال السنة المنصرمة بشأن قضايا ثنائية وإقليمية بوريطا أكد على أن الدعم متبادل بين البلدين في المحافل الدولية وخاصة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث سيدعم المغرب ترشيح الدنمارك لتولي عضوية هذه الهيئة التقريرية الأممية فيما ستدعم الدنمارك الترشح المغربي الوزير الدنماركي وبخصوص القضية الأولى للمملكة قضية الصحراء المغربية من جانبه أكد أن بلاده كان لها دائما موقف ثابت من هذه القضية وتدعم بمعية الاتحاد الأوروبي حلا قائما على أساس مسلسل الأمم المتحدة والمفاوضات أما بخصوص قضية تدبير المغرب لوباء كوفي 19 فقد أبدى سيد كفود إعشابه بهذه المسألة مبديا في هذا الإطار استعداد الدنمارك لدعم المملكة خلال هذه المرحلة من التعافي وفيما يتعلق بمكافحات الإرهاب وصف سيد كفود المملكة بأنها شريك مهم في محاربة التطرف مشيرا في هذا الصدد إلى مشاركة في الاجتماع الوزري للتحالف الدولي المناهض لداعش الذي عقد هذا الأسبوع في روما